نسمع هذه الأصوات والقلق ونحن نراقب الأحداث التي حصلت مؤخرا في أفغانستان وهي كثير المحزنة نرى إمكانية الأفغانيين يخسروا ما حاول الولايات المتحدة وشركاهم جلب إمكانية الحياة لأفغانيين والأطفال التعليم وأفضل حياة أفضل في نهاية اليوم هذا قرار استراتيجي أخذه الرئيس بايدن وإدارة أمريكية السابقة في نهاية اليوم الولايات المتحدة لا تستطيع أن تبقى مشتركة بصراع بين الأفغانيين الأفغانيين يجب أن هم يتقولوا ذلك أفهم ذلك أن هنا في العراق ومناطق أخرى في المنطقة هناك قلق بين الولايات المتحدة ممكن أن تتراجع عن العلاقة ومن اشتراكها في محاولة بناء دولة قوية ومؤسسات قوية هنا وفي المنطقة أود أن أؤكد لكم ولجميع أصدقائي العراقين الكردة والسنة والشيعة كما سمعوا مؤخرا من الرئيس بايدن لدينا مصلحة استراتيجية طولة الأمد في العراق ومساعدة الدولة العراقية والشعب العراقي وهذه العلاقة نسمع صدى لها من كثير من أصدقائنا من أصدقائي العراق مؤخرا في مؤتمر جيران ناجح جدا الذي استضافه السلوزراء الكاظمي الدول العربية قالت أمن العراق وأمن المنطقة وأمن العراق هو أمننا وهذه الرسالة هي الرسالة التي صداها في العراق لن نترك شعب العراقي سوف نكون هنا سوف يغير تشكيلنا بناء على ما تريده الحكومة العراقية والشعب العراقي ونحن مصممون على مساعدة العراق أن يخرج دولة ناجحة قوية مزدهرة تساهم في أمن هذه المنطقة طيب ولكن ألا تعتقد بأن الميليشيات الموالية لإيران ستستغل ما جرى في أفغانستان كمشهد لخسارة الولايات المتحدة الأمريكية كما هم يتحدثون ويستغلون أيضا قضية تحول القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات استشارية وتدريبية في العراق من أجل الضغط بشكل أكبر وزيادة الهجمات من أجل تحقيق الأمر الأساسي الذي يهدفون إليه ألا وهو إخراج القوات الأمريكية بالكامل من العراق حسنا وجود القوات العسكرة الأمريكية تقود التحالف الدولي من ثمانين دولة التي استجابت لطلب العراقي للمجيء ومقاتل الداعش نحن هنا بدعوة وطلب من الحكومة العراقية ومطلعين أن هناك مجامع تسمي نفسها ما يسمى بالمقاومة ماذا يقاومون؟ يقاومون الدولة العراقية التي تريد أن تبني عراق موحد مزدهر الدولة العراقية التي طلبت من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن يأتي ويهزم داعش التي تهدد الشعب العراقي وأمن هذه المنطقة أود أن أقول أن أولئك من يسمون نفسهم المقاومة أفعال لهم تقاوم الإزدهار ويقاومون النشاطات التي تحاول الحكومة والمتحدة مقاومة كافعة الفساد الدولة تكون محترمة أتوقع أن كثير من العراقيين في أي مكان يقيمون فيه في العراق عندما يجلسون حول المائدة في المساة ماذا يتكلم عنه؟ أعتقد أنهم يتكلمون عن الوظائف والتعليم والرعاية الصحية وعن الكهرباء لا أعتقد أن أي من هؤلاء الشباب العراقيين يسألون أمهاتهم أو أباهم ما هو وجود التواجد الأمريكي هذا ليس موضوع يجب أن يكون الميليشيات قلقين من هو يعتمون به هم يضعفون الدولة العراقية وجودنا هنا ليس موجه ضد أي هدف غير الداعش يجب أن نتساءل عن أجندة وأهداف أولئك الذين يطالبون بانسحاب القوات الأمريكية اتفقنا بأننا سوف ننتقل ننقل وجودنا هنا من مهمة قتالية إلى مهمة تركز كثيرا على تمكين نجاح القوات الأمنية العراقية والتي الآن قد تطورت للدرجة يمكن لهم القيام بإجراء هذه العمليات بنجاح القوات الأمنية العراقية قالوا بأنهم بحاجة إلى هذه الشراكة من الولايات المتحدة ونحن متحضرين لذلك كما قلت بأننا ملتزمون لمساعدة الدولة العراقية بناء عراق قوي مزدهر ترجمة نانسي قنقر